سلام من الله عليكم وتابعي قناة المستكشف لأن الأشخاص لا يبدون اهتماما كبيرا بذلك ولكن فقط لأننا لا نتحدث عنها هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أي عمل حيواني بطولي اليوم أريد أن أقدم لكم قائمة بأربع حيوانات أنقذت حياة الناس هذه الأعمال البطولية من المحتمل أن تضع ابتسامة على وجهك أو ربما تجعلك تفكي شيء واحد مؤكد تم إنقاذ حيوانات أشخاص بفعل تصرفات بعض الحيوانات واحد دوري الأرنب يأتي الأبطال بجميع الأحجام وهنا أرنب يمكن أن يثبت ذلك لك عندما فقد سيمون سيشتال وعياه أثناء مشاهدة التلفزيون اعتقدت زوجته فيكتوريا أنه كان نائما ومع ذلك كان دوري أرنب المنزل يعرف أن شيئا ما لم يكن صحيحا وبدأ في القفز على صدر السيد سيشتال حتى بدأت زوجته تلاحظ وجود خطأ ما واتصلت على الفور بسيارة إسعافة فبفضل طريقة الأرنب بالإخبار جعل زوجة سيشتال على علم بالمشكلة مما فعلت شيئا على الفور وأصبحت ممتنة لوجود أرنب مفيد وعنيل في المنزل لا تقلل من أهمية الحيوانات الأدفة التي لديك في المنزل أنت لا تعرف أبدا مدى سيأتون لإنقاذ حياتك ثانيا اللؤلؤ الخنزير الفيتنامي جاء عمل البطولة من لولو في وقت لم تكن فيه وسائل التواصل الاجتماعي وإلا لكانت أكثر شهرة مما كانت عليه في عام 1998 عندما أنقذت حياة ملكها بدأ كل شيء عندما أصيفت صاحبة لولو جو آن بنهبة قلبية وكان زوجها في رحلة صيدة بالإضافة إلى لولو كان هناك كلب يدعي بير وهو إسكيمو أمريكية بدأ ينبح بشكل يائس محاولا جد بانتباه شخص ما عندما أدركت لولو أن جهود بير كانت عقيمة قررت مغادرة الفناء حيث كانت أصيبت في هذه العملية لكنها وصلت أخيرا إلى منتصف طريق رئيسي حيث بدأت تظهر ميدة يعتقد بعض الناس أنها مجرد لعبة مريحة لكن شخص ما لاحظ أخيرا أن لولو كانت تحاول إعطاء تحذير تابع الشخص لولو إلى منزلها وبهذه الطريقة تمكن من الحصول على مساعدة للجوهان ثالثا جامبو الغوريلا عندما نفكر في الغوريلا وحدائق الحيوان فربما يفكر معظمنا في هاربانب ونهاية حياته المثيرة للجدل ولكن هناك غوريلا أخرى وجها لوجه مع طفل اسمه جامبو وأصبح بطلا في عام 1986 عندما سقط صبي يبلغ من العمر خمس سنوات داخل محيط الغوريلا كان الصبي فاقدا للوعي مما جعل أي شخص يعتقد أنه كان فريسة سهلة للغوريلا ومع ذلك جاء جامبو على الفور لملاعبة الصبية ووقف لحمايته من الغوريلا الأخرى في ذلك الوقت لم يكن لدى الناس هواتف خلوية مثل ما يفعلون اليوم لكن العديد من الأشخاص سجلوا الحادث بالصور ومقاطع الفيديو المنزلية مما ساعد الآخرين على التعرف على الطبيعة الوقائعية والعناية بالغوريلا يجب على بعض الأشخاص الذهاب ومشاهدة مقاطع الفيديو هذه ومعرفة كيف يمكن أن تكون الغوريلا مفيدة إذا لم تضغط عليها ليست هناك حاجة لتصويرهم وبالتأكيد ليس هناك حاجة للأطفال لنزول إلى أمكنهم اترك الغوريلا وشأنها رابعا وأخيرا ويليام الببغاء كان ويليام أو ويلي كما تسميه أسرته بببغاء ثرثار للغاية لكن ويلي استخدم هذه السمة لإنقاذ حياة هانا وهي فتاة تبلغ من العمر عامين اختنقت لدرجة أن وجهها بدأ يتحول إلى اللون الأزرق كانت ميغانا التي كانت مربية أطفال هانا تأخذ استراحة في الحمام عندما وقع هذا الحاديث كان هذا كل شيء أشكركم على حسن المتابعة والإصقاء وإلى لقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر